اثناء قيام أفراد فصيلة طريق سيار شرغرب بغليزان بخدمة شلطة مرور على مستوى استثابت بطريق سيار شرغرب بإقليم بلدية ودرهيو لفت انتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الاتباك والخوف بعد توقفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا دقيقا باستعمال الثنائي السينو تقني تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للمركبة على أكثر من ثلاثة كيلوغرام من المخدرات سلبة من المحتمل أن تكونها كوكايين وعشرين كيلوغرام من الكيف المعالج على إثرها تم توقيف المعني واقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق بعد استعمال الكاشف السريع للكوكايين والكراك وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي كانت النتيجة إيجابية بعد تعمق في التحقيق واستفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الإختصاص إلى عدة ولايات من الوطن مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات السلبة يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن أسفرت العملية عن حجز ثلاثة كيلوغرام من المخدرات السلبة كوكايين عشرين كيلوغرام من الكيف المعالج تقيف ثلاث أشخاص وحجز سيارتين سياحيتين مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر بـ 35 ألف دينار جزائري ميزان إلكتروني خمس هواتف مقالة قاطعان حديديات فورا الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المجتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر